موسيقى كي نجوج المؤشرات باش كنقيت والنجاعة والجدية والكفاءة دي الحكومة معينة المؤشر الأول شحل خدمت دي الناس ولا طبقناه دي مؤشر على الحكومة دي الأخنوش غدينتصابوه بخيبة الأمل شحل خدمات حكومة أخنوش من مغريبي ومغربية فات السنة الأولى من إدارة أخنوش للحكومة الحصيرة طيب يتحلق احتاجوا إلى ذكرية لأن الموقع دي المندولية السامية للتختات أي واحد فينا ممكن يدخل له وسيجد واحد الإشباع في الأرقام في الجداويل في الليكور في الكامونبير على الوضع المأساوي للتشغيل في المغرب طبيعا الحال لوزينات كي سدق العدد المسرحين بالعداد الواحدات الخدماتية واقفة وصابة بالشلال الناس الذين يريجونها إلى سوق الشغل كل شر ما تلقوش مناصب الشغل إلى آخره إذن هالمؤشر الأول ما غدينش نطولوا فيه الأرقام موجودة في المندوبية في الموقع دي المندوبية السامية التختات المؤشر الثاني واللي غدين ركز عليه واللي هو مؤشر لا يحضر بالاهتمام والعناية من طرف النخب الحزبية والسياسية ألا وهو ما خرجت حكومة أخنوش دي الناس في السنة الأولى من حكم أخنوش العام في المغرب ما خرجت الناس للتظاهر الرياضي في الكارنفال في الميراجنة الماراتونية في الأندح النبوية إلى آخره لا ما خرجو دي الناس للاحتجاج على السياسة اللاشعبية دي الحكومة دي الأخنوش فهذا السنة الـ 2022 وصلنا البيك 11 ألف مظاهرة لتشجلات في سنة 2022 يعني ليس مظاهرة فنية ولا مظاهرة مصرحية ولا مظاهرة رياضية ولكن من نقول أننا شجلنا فيها 11 ألف مظاهرة احتجاجية خصنا واحدة سنة مرجعية لكي نعرفوا وش الحكومة دي الأخنوش يعني زاد العداد دي الاحتقان ولا بالعكس إلى طوب بوريزي وهبطات يعني لكور دي الاحتقان والسنة المرجعية التي اخترنا هي 2020 لم نخسر 2021 لسببين أولا سنة 2021 كان سنة انتخابية بامتياز يعني كل الأحزاب منشغلة في تهيئ الانتخابات دي الـ 2021 جوج كان أخنوش يطوفوا على المغرب في إطار ذلك البرنامج دي المئة يوم مئة مدينة لتخدير الشعب بالوعود المعسولة من بينها التشغيل المليون منصيب في خمس سنين من بينها قد نزيد في السالير من بينها من بينها من بينها من بينها إلى آخرين والقصة لكم عارفينها ثم ثالثا كيف كان نقوله احنا بالدريجة من نجحه في الانتخابات في منتصف سنة 2021 يعني كيف كان نقوله بالدريجة ادخل على المرمزوجة القلقان والمالي نصيب في عهد حكومة سعدين العثماني ما كيش واحد المبرر اللي غادي إنسان يقولك بأن لاكسيف والباصيف راديو لي كاملين لا راكات حكومة سعدين العثماني جوج المجالس الإدارية دي المؤسسات العمومية والشركة التابعة الدولة أغلبها عقد المجالس الإدارية في عهد حكومة سعدين العثماني ثلاثة في 21 المناصب العمومية السامية التي بفضلها تتحكم الحكومة في إدارة العام كلها تقريبا تمت في عهد حكومة سعدين العثماني رابعا القوانين لا إما صادر على البرلمان ولا التي مصدرها الحكومة أغلبها صدرها في عهد حكومة سعدين العثماني وبالتالي 2021 لم تكن سنة مرجعية بامتياز لهذا اخترنا سنة 2020 كسنة مرجعية لنقارن بين أداء الوضع وما بين وضع 22 للاعتبارات التالية 22 كانت سنة يعني خالصة في الأكسيف والباصيف بدل حكومة أخنوش أولا صدر القانون المالي ديالهم كامل ما فيه لا حكومة سعدين العثماني ولا حكومة بن كيران ولا حكومة عباس الفاسي جوج المناصب السامية كلها أدريجت في الجماع مجلس الإداري الذي ترأسه أخنوش في 22 كلاتا المجالس الإدارية كلها انعقدت في عهد حكومة أخنوش ثم رابعا هذا هو المهم البرلمان صدر عنه 37 قانون هات 37 34 منها من شاءوا هالحكومة عن طريق مشاريع القوانين وليس من شاءوها الغرفة الأولى أو الغرفة الثانية وبالتالي من حقنا يعني أن ننسى إلى حكومة أخنوش وعطينا الحساب لذلك العام الأول نحن شنالش مؤشر الأول البيطة لا طالعة الخدمة مكينة لأخيره والمؤشر الثاني اللي هو الاحتجاجات تزادت إذن في 2020 كانت عدة 844 مظاهرة احتجاجية في السنة في عهد أخنوش في هذه السنة 22 وصلت إلى 11000 يعني الزيانة يتزاد 24% في النتيجة الداخل الخام يتزاد 24% في نسبة النمو الاقتصادي لكي نحرك الاقتصاد يتزادت 24% في الاحتجاج والاحتقانات هذا يبقى طوبيس هذا يبقى مدراسة هذا يبقى الطريق هذا يبقى البير هذا يبقى دار الولادة هذا يبقى دار طالب إلى أخير بمعنى الحكومة كانت عاجزة على الوفاء بالالتزامات ديالها ورامني كان نقوله 11000 مظاهرة في النهار تقريبا المعدل يجب 30% مظاهرة في 2020 كانت عاجزة 24% في المعدل يجب 24% ورامنا كان نقوله 11000 مظاهرة لتفعادة أخنوش ضد الحكومة الأخنوش 11000 لن يجمع ألفهم لماذا؟ سأتنادن المعدل في النهار تقريبا 50% لأن كل مظاهرة تكون فيها 500 كل مدارة فيه 180 كل مدارة فيها 60 كل مدارة فيه 80 نحن نقوم براء المعدل المعدل في المظاهرة في النهار تقريبا 2800 الساعة الساعة في الناس يجاوز بشكل عاماً أخرجون على حكومة اخنوش يحتجون على حكومة اخنوش ونحن نقول للناس يحتجون الدولة تخرج معهم البوليس والمخازنية والجدرمية وعوان السلطة في الموين يخرجون على خمسين بين بوليسي والجدرمي ومخازنية وعوان السلطة ونحن نبدأ في سبيل الله الكونتور الخازينة العامة يدور لكي نؤثر هذه الاحتجاجات نحن نعرفه الكلفة يعني الموين دي تأطير واحد الاحتجاج معين تكلف الدولة المغربية ما بين مليون و مليون و خمسمائة ألف دلم في النهار يعني في العام حكومة أخنوش في هذه المضاهرات 11 ألف مضاهرة اللي خرجت الدولة الطرات تصرف يعني المفرملة واحد خمس و خمسين مليار دي السنتيم على البوليس والمخازنية والجدرمية من الطلبيلات محروقات اتصالات تليفونات إلى آخرين لمواكبة هذه الاحتجاجات إذن هنا كنلقوا حكومة أخنوش يعني دبحات المغرب على مرتين المرة اللولغ لأخذ مالار دماغ والمرة الثانية دكسرين في الخازينة العامة كنخسروا على تأطير الاحتجاجات طبيعة الحال القادم و أسوأ علاج حيث كيف يقولون صحب الحشيش طريق مشترية يعني أخنوش شارع الطريق يعني كل شي ساكت لا أحزاب لا بررامان لا غرفة اللولغ لا غرفة ثانية وبالتالي تساؤل كبير وش كل شي باعلماش حكومة أخنوش